السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد ومع الحلقة الرابعة من قراءة في كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث النسأة المستأنفة لمؤلفه جورج طرابيشي يمكن اعتبار الفصل الرابع الذي يحمل عنوان الشافعي تكريس السنة من أهم فصول الكتاب لسبب الرئيس وأن النسأة المستأنفة التي يتحدث عن المؤلف في عنوان كتابه مرتبطة أساسا بما جاء به الشافعي في مجال أصول الشريعة يقول المؤلف لقد كان دوره انقلابيا حقيقيا بحيث صارت السنة كتابا مع الكتاب وأحيطت بمثل هالة الوحي التي تحيط بالتنزيل ولا يرى المؤلف انقلابا شبيها في تاريخ الأديان سوى الانقلاب الذي شهدته المسيحية في القرن الرابع الميلادي عندما جرى مع تنصر الإمبراطورية الرومانية تنصيب المسيح إلها ابنا مشاركا في الجوهر للإله الأب ولكن مع الفارق فبدلا من تأله شخص الرسول جرى تكريس المصدرية الإلهية لسنته أو لكلمته حسب التعبير المسيحي الوارث للوقوس الإغريقي وهذا أقصى ما كان يمكن أن يتقبله دين كالإسلام قام في أساسه على التوحيد التجريدي فما هي أوجه الانقلاب الذي نفذه الشافعي على الصعيد اللاهوتي والإبستيمولوجي معا يشير المؤلف بداية أن الشافعي يعتبر أن اللغة العربية هي المعيار في فهم الكتاب في الكتاب نفسه مستشهدا بآيات تؤكد عروبة القرآن مع ذلك إن هذه المعيارية اللغوية العربية وهي الآمر المطلق تتعرض نفسها ودوما من قبل صاحب الرسالة إلى خرق فاضح لتأويل مفردة مركزية تتردد إحدى وثلاث مرة في النص القرآني وهي مفردة الحكمة لكن الشافعي في تأويله لهذه المفردة لم يستقرأ الآيات التي وردت فيها استقراءا تاما بل اكتفى بسبع آيات لتضيء المفردة القرآني المركزية بدلالة لا يتضمنها من قريب أو بعيد لفظها لتصير تعني السنة وحصرا سنة رسول الله ومنها مثلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ويلاحظ المؤلف أولا أن الكتاب في القرآن ليس هو القرآن حصرا كما توحي كراءة الشافعي ثانيا أن الكتاب والحكمة صيغة ثنائية تحيل لا إلى الرسالة المحمدية حصرا بل إلى الرسالة النبوية عموما ضمن سلسلة طويلة من الأنبياء المرسلين كما توضحه الآية التالية من بين آيات أخر فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ثالثا ليس في معجم العربية ما يمكن أن يستدل منه أن الحكمة تعني السنة ولا أن السنة تعني الحكمة رابعا في النص القرآن نفسه لا يرد أي ذكر لسنة الرسول بل السنة هي حصرا سنة الله فلما يتساءل المؤلف يبدي الشافعي منذ مقدمات الرسالة كل هذا التشبث بالمراذفة التي لا يقبلها منطق البيان القرآن ولا منطق المعجم العربي بين الحكمة المرموقة الحضور في الكتاب وبين سنة رسول الله المرموقة الغياب فيه الجواب كما يقول المؤلف لا يخفي نفسه فما دمت الحكمة منزلة ومؤتاة بتصريح القرآن من الله نصابها في ذلك نصاب الكتاب نفسه فمعنى ذلك أن مرادفتها التي هي السنة منزلة مثلها ومؤتاة مثلها من عند الله وبذلك يتم تكريس السنة شريكة في المصدر كما في الجوهر للكتاب وبالتالي في الأهلية التشريعية وهذا هو المطلق الذي يقوم لكل مشروع الشافعي في الرسالة مقام العمود الفقري ومن هذا المنظور يقول المؤلف إن الشافعي في تكريسه السنة وحيا مقارنا لوحي القرآن لم يكن ابن عصره بقدر ما كان صانع عصره بمعنى أنه أول من جعل النصاب لبيستيمولوجي الكتاب والسنة واحدا بالمرجعية كما في الحجية وقد استحق على ذلك تلقيبه بناصر السنة لكن المؤلف في بحثه يرفع علامات استفهم كبرى حول دعوة صاحب الرسالة عن وحي السنة فالشافعي ينفي المثالية البشرية عن الرسول كما تؤكده عشرات الأحاديث والتي تؤكد بدورها الصورة القرآنية لرسول بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فعند الشافعي أن الرسول هو في حالة وحي دائم وكلما نطق وكيفما نطق فإنما ينطق عن وحي وهل هذا النحو تخذ السنة قرآنا بعد القرآن ولكن أليس من شأن قرآنة السنة أن تتأدى إلى تسنين القرآن يتساءل الباحث وهكذا يكرس الشافعي بنفيه كل مسافة فاصلة بين القرآن والسنة الحجية الإلهية للسنة هذا على الصعيد اللاهوتي أما على الصعيد الإبستيمولوجي فإن الشافعي سيعمل على تكريس الحجية الإبستيمولوجية لخبر الواحد معتمدا على منهج المشابهة التي لا أسس لها حسب رأيه المؤلف سوى القياس الناقص كيف ذلك؟ لقد حدد الشافعي في كتابه الأم في باب حكاية قول من رد خبر الخاصة شروط ضمنة الصحة التي درج المأثور على اشتراطها في رواة الخبر الواحد واعتبر أن كل ما قاله عن ضمنة الصحة الأخلاقية والمعرفية لرواية الحديث أصل قائم في ذاته لكنه يجيز قياتة رواية الراوي على شهادة الشاهد وبذلك تصبح المشروطية التي يضعها الشافعي لقابول الرواية هي أدنى بكثير من المشروطية التي وضعها النص القرآني لقابول الشهادة وهو النص الذي يقضي بأربعة شهود في الزنا مثلا وبشاهدين في حالات أخرى يقول الشافعي في الرسالة أقبل في الحديث الواحد والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة ومن هذا المنظور فإن المؤلف يؤاخذ على الشافعي تهوينه من شأن المشروطية العددية بل وذهابه أبعد من ذلك ويمكن إجاز اعتراض الباحث وهو بالمناسبة اعتراض منطقي في التالي شهادة الأربعة والاثنين تبقى فاعليتها محصورة بمتعاقدين اثنين كما في حالة الزنا أو الطلاق أو الدين وسواء أكانت صادقة أم كاذبة فإن المنفعة أو المضرة المترتبة عليها لا تتعدى الزاني والزانية أو الرجل المطلق والمرأة المطلقة أو الدائن والمدين وبالمقابل إن خبر الواحد الذي يخفض نصاب مسروطيته العددية إلى النصف أو حتى الربع هو خبر يحل ويحرم بتعبير الشافعي نفسه للأمة بأسرها وذلك هو المسكوت الكبير عنه في كل المماثلة التي يقيمها الشافعي بين رواية الراوي وشهادة الشاهد ويضيف الباحث أن مصنف الرسالة لا يتحرج من رسم علامة مساواه من حيث الحجية بين خبر الواحد وبين نبوة الأنبياء التي تقوم في الحج بالواحد فالواحد منهم على التوالي ليثبت أنه في تاريخ النبوة والأنبياء كما يرده النص القرآني دليل على ما يذهب إليه من أن الحجة تقوم بالواحد قيامها بالأكثر ولا يتردد الباحث في إسقاط حجية الشافعي لأننا حسب رأيه لسنا هنا أمام مماثلة تامة القياس ولحتى ناقصة القياس وإنما هي مماثلة مغلوطة القياس والتغليط فيها متعمد بهدف الإيهام والتلبيس النفسي فليس لأن النبي واحد صدقه الناس وليس لأن الخبر واحد يفترض به على سبيل الممثلة أن يصدقه الناس فالنبي يستمد مصداقيته لا من واحديته بل من دليل المعجزة وبالمقابل إن واحدية الخبر ليس من شأنها إلا أن تجعله أكثر من غيره موضع شك ولكن هذا لا يعني أن تواطر الأخبار كاف بذاته للدلالة على صدقها فليس يتعذر أن يقع التواطر حتى في الكذب لكن الشافعي بتأسيسه السنة وحيا مقارنا بالوحي القرآني ونزولا عند المقتضيات الإبستيمولوجية لمشروعه ما كان له أن يقبل بإمكانية وجود تناقض بين الوحيين ما دام مصدرهما واحدا كل ما هناك هو أن الوحي قد ينسخ الوحي بمقتضى التأويل الذي يعطيه للآية 106 من سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهكذا يستنتج الباحث أن الشافعي بتأسيسه آلية الناسخ والمنسوخ قد أطلق من قمقمه عفريت التلاعب بالنص القرآني إذ ليس القائل الإلهي لهذا النص هو من يحدد ما هو الناسخ وما هو المنسخ من الآيات بل هو المؤول البشري لهذا النص فحيثما وجد تعارض أو تنافن في المعنى أو حتى مصرر اختلاف أمكن لهذا المؤول أن يحدفه من خلال تشغيل آلية الناسخ والمنسوخ ولا غربة إن كانت النتيجة الحتمية لتشغيل هذه الألية هو أن تدافع أهل الفقه والتفسير ينسخون الكتاب بالسنة ويعكسون علاقة التبعية ليعلنوا أن السنة حاكمة على القرآن وهو ما لم يزرع الشافعي على فعله وفي بعد آخر يعتقد الباحث أن هناك علاقة سببية بين تضخيم الشافعي لدائرة السنة الممتدة في الزمان والمكان وبين تحجيمه لدائرة العقل فحيثما وجدت سنة بقيت يد العقل مكفوفة ذلك أن تكريس الحديث الذي قد يختلقه الثقة نصا موحى به إلهيا يقطع الطريق على كل اجدهاد للعقل البشري فالشافعي قد وضع تاريخ هذا العقل وراءه لا أمامه وأسقط عنه صفة تاريخية ليحيطه بهالة المقدس الذي يحكم التاريخ ولا يحكمه التاريخ وهنا تكمن خطورة نتائج المترتبة على هذا الانقلاب الذي نفذه الشافعي لكن هذا الانقلاب سيأخذ بعدا آخر مع ابن حزم الشافعي المذهب قبل أن يتحول إلى المذهب الظاهري بحيث بادر إلى إعادة تأسيسه فيما يشبه أن يكون حسب مفردة ابن خلدون نشأة مستعنفة والسلام عليكم ورحمة الله تهالى وبركاته